نبدأ من حيث بدأنا النادي الاهلي النادي الاهلي كان عنده مباراة مع الوداد المغربي في اياب نهاية دورة ابطال افريقيا حركوا معارفين القصة والحكاية كسبان 2-0 في مباراة الزهاب هدف يدخل في مرمى النادي الاهلي في اخر خمس دقائق يعقد الامور بعض الشيء والنادي الاهلي يرجع او يروح المغرب وياخد البطولة من ملعب الوداد من ملعب محمد الخامس الصعب جدا بأداء محترم تحديدا في الشيط التاني هنتكلم عن الشغل الفني واللي عمله مارس الكولر مع اللعبين كمدرب وتطوير اللعبين وتطوير الشكل الفني وكلام كتير هقوله على مارس الكولر النادي بس تعالى اقولك شوية مشاهدات الاول اول حاجة اول حاجة وهي شهادة حق شهادة حق امتى؟ لما رجعت مصر ما قلت اياش وانا في المغرب هقول هلك وانا قاعد في مصر هو وسطيق عشان متفكرش هو كريم بيقول كده ليه او بيجامل ليه ولا حاجة انا هو انا معايا كو وسطيق احنا كبعثة اعلامية كبعثة النادي الاهلي كبعثة منتخم مصر شفنا افضل تعامل ممكن من الشعب المغربي ايه الجمال والروعة دي ايه الاحترام ده ايه التقدير الكبير جدا لكل ما هو مصري احقاقا للحق بقول احقاق للحق اشتبقى شهادة هتقول لي يا كريم احنا شوفنا فيديوهات على السوشال ميديا مش عارف بيعملوا ايه برا الملعب وعملوا ايه مش عارف ايه لا لا سيبك سيبك من حاجات بتاعت الجمهور اللي عملها 3-4-5-10 سيبك اما كلمك على شعب محترم بجماهير الوداد بالناس اللي كان بتقابلك في الشارع بالناس اللي سهلت دخولك للملعب من الناس اللي بعد المباراة هنتك وبركتلك ما عملتش اي مشكلة مفيش حتى اساءة من بعيد لبعيد مش اقول لك مثلا الناس جاية تخلي معنا لا مفيش حتى اساءة من بعيد لبعيد الناس تقابلك في كل مكان بعد المباراة تباركلك طيب مش هيها واحدة واحدة اول حاجة رايح انا وزملائي من الصحفيين المصريين لملعب المباراة وانا كان الفندق اللي انا قاعد فيه كان بجوار الاستاد فراحين ماشي علي جدين عشان طبعا دخول العربية فيه تقفيل وفيه شغل امن محترم وتحية تحية الامن المغربي تعامل عظيم مع الجميع بصراحة تعاملوا معنا بشكل محترم وبالتأكيد تعاملوا مع الجميع المغربية بشكل محترم بس كانوا الامور منظمة وسهلة مفيش اي ازمات واحنا رايحين انت ماشي احنا ماشيين تلات اربعة وسط جماهير الوداد نتحدث وبنصور وبنتكلم مع الناس واحنا رايحين المباراة والله ما فيه حد حتى حد بيقولك كلمة ده ما هتقيل لا لا كل الناس بتساعد وكل الناس رائعة جدا واحنا داخلين لستها طبعا دخلنا بسؤولة ويسر شديد يعني دخلنا الملعب بدأت اشوف منظر شفت قبل كده بصراحة بس يعني المرة دي كان المنظر مختلف كتير افضل يعني جماهير الوداد بص الدرس بقى بص النموذج انا في رأيي ان جماهير الوداد واحدة من افضل الجماهير في العالم مش بس في المنطقة الافريقية منظمين جدا هتفاتهم زكاية جدا مرتبة وفي توقيتاتها يعني ايه في توقيتاتها يعني امتى اضغط على المنافس امتى ساند فريقي امتى اعمل شوية الحاجات اللي انتوا عارفينها يعني بغض النظر احنا متفكرة ومختلفين عليها بس حتى الحاجات دي ليها توقيتات مش اللي هي بتتعمل وخلاص امتى شجع قبل المباراة وامتى هدى وريح عشان لما تبدأ المباراة شجع طول 90 دقيقة تحس ان هم قبل المباراة على كل كل النص انا بس كنت موجود في الاستادة قبلها بتاتة اربع ساعات كل النص ساعة كده تليوم كلهم فجأة اموا ادوا هتاف هب يقعد تاني ما بيكملش بقى اللي هو ازيان بتقول كده ايه بيسخن بيدي بروبال اللي هيعملوا في المباراة ويهدى طيب يشجعوا بنظام يعني ايه يعني مثلا مش حد يقول وداد وداد والتاني رحقاء لاغنية تانية في المدرج الناحية التانية لا لا كلهم بيغنوا في صوت واحد في صوت واحد ويدب دبوا على الارض كده دبا تخلي الاستاد رعب انا اول تلت ساعة من المباراة كنت مشفق جدا على لعيبة النادي الاهلي وكنت مقدر جدا حالة الاهتزاز النسب اللي كانت عند لعيبة النادي الاهلي في الاول في الاول بس تخطوها الحمد لله بس تشجيع خطير صعب جدا انت قاع في المدرج ومتوتر جدا وعندك توطر بشكل كبير جدا والموضوع من اغبطك حط دي على جنب معلش هعمل فلاشباك بسرعة عشان لازم ابدأ بيها فلاشباك بسرعة في المؤتمر الصحفي اللي هو قبل المباراة اللي كان فيه مارسل كولر وكان فيه محمد الشناو من النادي الاهلي وكان فيه من الوداد فاندن بروك المدير الفاني الوداد وياحي جبران كابتن الوداد كانوا الصحفيين المغربة وده برضو لها علاقة بالزكاء اللي بيعملوا الجمهور بيضغطوا كتير قوي على مارسل كولر والشناو في الاسئلة اشتركوا في القناة